كما وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أضاف الرئيس السيسي أن المشروعات التي نفذتها الدولة ساعدت في تحقيق الإنجازات الحالية وأنا جاي دلوقتي شفت أن في أراضي في نطاق الأرض دي مش بتاعتك مش 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 تابع مستقبل مصر لكن تابع وزارة الزراعة والبحيرة إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى وليت الأرض دي أرض يعني مش واضح أنه بتعمل فيها شغل طب يا جماعة أنتوا خصصوا الأراضي لمطورين أو لمستثمرين والأراضي دي ما تزال عاج طب ما نراجع مع الناس اللي موجودة هناك تطلع اللجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني طب لو في مشكلة عند الناس دي ما نساعد في حلها ما هدي أرض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات لو بنا ما احنا وفرنا لهم الأرض طب لو عندهم مشكلة يا دكتور مصطفى طب ما نشوف ايه المشكلة اللي عندهم منساعد ما هدي أرض متاحة وممكن تخش معنا أنا شفت كمية كبيرة على الحقيقة من الأراضي ما لقيتش عليها أثار عمل يعني فلو في مشكلة عندهم نحل نساعد معهم نشجع حمو بتاع عشان تتزرع الأراضي دي ترجمة نانسي قنقر